في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران طهران تلوح بقدرتها على أرقلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق هرمز القائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء ناصر شعباني كشف أن الحثيين في اليمن استهدفوا ناقلتين نفط سعوديتين في مضيق باب المندب بطلب إيراني حسب ما نقلت وسائل علامية إيرانية عن وكالة فارس شعباني أشار إلى أن الحرس الثوري ينوب عن إيران في دعم وتوجيه الحثيين في اليمن لكن الوكالة حذفت عبارة شعباني المتعلقة باستهداف ناقلات النفط السعودية وأشارت إلى وقوع خطأ في نشرها على موقعها كلام شعباني يأتي بعد أيام من تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز إذا تعرضت مصالحها للخطر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف بدوره أكد أن الولايات المتحدة لن تستطيع منع إيران من تصدير نفطها وحذر الأمريكيين من عواقب المنع وأشار إلى أنه ليس منطقيا أن يصدر الآخرون النفط بينما تمنع إيران وفي سياق المتصل قال ضريف أنه بات من الصعب تصور إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعدما فقدت ثقة العالم فيها بسبب تقلب مواقفها على حد وصفه كلام ضريف جاء ردا على إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى على خفض وردات النفط الإيرانية إلى الصفر بولتون اعتبر أن إعادة تفعيل العقوبات على طهران تستهدف الضغط على نظامها كي تتراجع عن دعمها للإرهاب الدولي ونشاطها العسكري في الشرق الأوسط وبرامجها النووية والصاروخية التهديدات الإيرانية بعرقلة الملاحة الدولية وجهت بتحذيرات أمريكية وإسرائيلية فبولتون اعتبر أن إغلاق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من أن إسرائيل ستنضم إلى تحالف عسكري دولي إذا أغلقت إيران مضيق باب المندب من جهة أخرى حذر مختصون أمنيون في الأمن المعلوماتي من أن الولايات المتحدة قد تكون عرضة لهجمات إلكترونية انتقامية إيرانية ردا على العقوبات الاقتصادية الجديدة فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي جاماتيس جهوزية الأجهزة الأمريكية المعنية لمواجهة أي اختراق إلكتروني من أي جهة أتى وفي خضم التهديدات والتوترات حذر وزير الخارجية الألماني هيكو ماس من أن العقوبات الأمريكية على إيران بإمكانها أن تزيد حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتعطي دفعا للقوى المتطرفة في المنطقة